موسيقى الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح لأن المسيح هو شمس البر والشفاء في أجنحته في أشاعته إخوتي وأخواتي مكتوب عن المسيح أنه أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته لكي نخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب والرسول بحث المؤمنين قائلا ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأنه مكتوب أيضا قد تناها الليل وتقارب فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور قال يسوع المسيح للمؤمنين أنتم نور العالم فتح العيون بالنسبة للشعب اليهودي هي علامة ودلالة للمسيح فقط المسيح هو الذي يفتح العيون بحسب نبوات العهد القديم إشعية 29 35 60 61 الآيات المشهورة اللي ذكرها يسوع في مجمع الناصرة وللعمي بالبصر هي علامة المسيح وإذا بتتذكر يحنى المعمدان لما كان موجود في السجن أرسل وقال أأنت هو أم ننتظر آخر أول جملة ذكرها المسيح العمي يبصرون وفعلا كان الدليل ليحنى لأن هذا دلالي مش بس على الفتح العيون على الخلاص الروحي وللتتميم النبوات فقط المسيح هو الذي يفتح العمي العمي يبصرون ما دمت في العالم فأنا نور العالم إنه نور الهداية ونور الحماية وهذا النور يفضح الظلمة ويشرق في حياتنا لكي يبدد كل ظلام إخوتي وأخواتي عندما تقابل يسوع مع شاول الترصوص قال له الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور من سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين فإذن العمل الروحي هو الظلم هو الجهل وعدم معرفة الله فعندما يشرق في هذا النور تتبدد كل ظلمة الحياة فيشرق المسيح في حياتك وتتمتع وتسير في هذا النور وتصبح من أبناء النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر